طيب النهاردة تحاد الكرة قال لنا انه تم الاستقرار خلاص مصدر في تحاد الكرة قال لنا يعني نتم الاستقرار خلاص ركز معنا في الخبر ده على استبعاد نادي الزمالك من بطولة سوبر الأبطال بالإمارات طيب البطولة التارفية هتلعى من 24 ل 29 ديسمبر هتقول لي استبعدوا الزمالك يعني هو الزمالك أصلا في البطولة وحتى الآن لسه الزمالك ما دخلش البطولة عندك مين عندك 300 كيلو بطرة عندك بطل كسر ربطة بيرامدز وصيف الدولي والنادي الأهلي بطل الدول دول التلاتة اللي تأكد خلاص ان هم هيلعبوا في البطولة فاضل الرابع طيب الرابع ده ممكن يبقى مين ممكن يبقى بطل الكاس هو مش ممكن هو دي اللايحة بطل الكاس طيب الكاس فاضل فيه مين فاضل الزمالك وبيرامدز من جانب والأهلي وإمبي من جانب ده السيمي فاين الزمالك او اتحاد الكرة استقر على انه الزمالك ما يشاركش في البطولة من بطولة السوبر بنظامها القديم الموسم الماضي وكانت العقوبة عليه انه مش هيشارك في البطولة الجديدة طيب لما غيروا البطولة بقت بنظام جديد قالك ممكن الزمالك يشارك فيها لأ اتحاد الكرة مش هيخلي الزمالك يشارك في البطولة الجديدة كونها مازالت بطولة سوبر ولكن بنظام جديد بأربع فرق طيب مين الرابع؟ الرابع هيكون واحد من الاتنين اللي هقولك عليهم دول يا ام بامبي لو كسب النادي الأهلي في السيمي فاينر ووسل فاينل كاس مسر هيشارك حتى لو ماكسبش البطولة حتى لو ماكسبش كاس مسر ام بي هيشارك في السوبر سوبر الأبطال بصفته وصيف كاس مصر ده لو خادر مركز التالي او بطل كاس مصر طبعا هيشارك بشكل طبيعى ده ام بي الاولاني طيب ام بي ماكسبش الاعلى في السılmışلي والاعلى هو اللي ووسل الفاينل هيبقى فيوتشار اللي بيشارك في البطولة كرابع في البطولة كونو كان رابع الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي يعني لو امبي ببساطة شديدة امبي كسب سيمي فاينال كاس قدام النادي الاهلي هيلعب في البطولة فيوتشر هيلعب في هذه البطولة لو امبي ماكسبش السيمي فاينال قدام النادي الاهلي يعني الاهلي بيرامد سيراميكا كليوباترا دول التلاتة اللي اتأكد مشاركتهم في كاس الابطال وفاضل واحد يا فيوتشر يا امبي يا امبي يا فيوتشر ده بحسب مصدر مسؤول في اتحاد الكرة المصري